ينضم إلينا عبر الهاتف أصحفي فتحي بن نزرق أهلا بك سيد فتحي إذن بالأمس كان هناك لقاء مع عيدا روس الزبيدي وكانت هناك تصريحات حول الوضع الأمني في عدن كيف تقرؤون تصريحاته؟ تصريحات رئيس المجلس الانتقالي ربما إلى حد كبير هي إيجابية أوضحت أن قوات المجلس الانتقالي ستتعاون مع الحكومة وهذا أمر إيجابي لكن الأمر الإيجابي الأكثر إيجابي هو أن تدخل قوات الحماية الرئاسية وأن تتولى السلطات الأمنية الرسمية المسؤولية مهام الأمن في عدن وأن يبزى تطبيق الشق الأسكري والأمني من اتفاق الرياض عبر دمج القوات الأمنية وتوحيدها تحت إطار وزارة الداخلية من ذلك يظل اتفاق الرياض قاصرا عن تطبيق الشق الأساسي من الاتفاق وهو الشق العسكري فيما يخص الوحدات الألمية والعسكري ولكن كيف تكون تصريحاته إيجابية وهي تخالف أو ما نص عليه اتفاق الرياض الزبيدي في تصريحاته يوم عمس قال أن قواته ستندرك ضمن إطار وزارة الداخلية والدفاع وهذا للأمانة توجه إيجابي فقط نحن ننتظر أن نرى هذه التصريحات وهي ستتحول إلى أشعر حقيقي على الأرض التطبيق الرياض كان واضحا فيما يخص خطوح هذه القوات الأمنية والأسكري سواء كان التابع على الشرعية أو المجلس الانتقالي أو غيرها من المسميات لوزارة الداخلية والدفاع بالتالي نحن ننتظر تطبيقا حقيقيا للواقع لهذه الأشياء على الأرض ست سنوات من الفراغ الأمني التي عاشتها عدم وحتى اليوم لازم نجني خيبات الفوضى الأمنية والصراع الأمني بين الأطراف الأمنية المختلفة ولا حل إلا بسيادة الدولة ومؤسسات الدولة والنظام والقانون كل الأطراف ستتفق على أن عدم خلال الصنوات الماضية عاشت فراغا أمنيا بسبب شتاة الحاصل للكوى الأمنية واتفاق الرياض بحسب الشرعية بحسب الانتقالي بحسب التحالف نفسه جاء ليعارض هذه المشكلة نحن بحاجة أن يطبق الاتفاق أن نرى إسراعا فيما يخص تطبيق الشرق الأمني والأفكري لكي أساسا تأمن عدن لكي أساسا تستضيع الحكومة أن تمارس زورها الحقيقي لكي أساسا يشارك المجلس الانتقالي ضمن قوام الحكومة الشرعية مشاركة فائلة وإيجابية نعم ولكن الزبيدي فدى بالأمس بأن تواجد الحكومة في عدن سيكون تحت رحمة المليشي التي تسيطر على عدن اليوم برأيك هل سيؤثر ذلك على الحكومة؟ هذه الأمور لأن الحكومة لم تستطيع أن تمارس مهم لفترة طويلة أو لفترة مستقبلية إلا بوجود حالة من الاستقرار الأمنية إلا بوجود حالة من الطمأنين لدى الوزراء لدى المؤسسات الحكومية بكثة أشكالها وهذا الاتمئنان وهذا الاستقرار لن يحدث إلا مثل ما تشاركت كل الأطراف في عملية أمنية حقيقية تكون خاضعة لوزارة الداخلية لمؤسسات الدولة كل الأطراف تدرك بأن هناك إجماع على أن وزارة الداخلية إدارة أمن عدن الوزراء الأمنية هي من يجب أن تمارس دورها الحقيقي في ظل وجود الحكومة في عدن لكن حتى اليوم شيء من هذا لا وجود له وبالتالي الموقف الحقيقي هو الموقف الذي ستظهر عليه الحكومة خلال الفترة القادمة وهي ربما هي الأكثر دراية وهي الأكثر وضوحا فيما يخص وجودها على الأرض هل ستتحدث هل سترضى بالأمر الوقع؟ هذا أمر متروف لتقومة نعم إذن الصحفي فتحي بن اللازرق كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك